دانت الإدارة الذاتية بيان خارجية النظام الذي هاجمها على خلفية أحداث دير الزور الأخيرة واتهم بيان للإدارة الذاتية النظام السوري بالاستمرار في تبنيه خطابا عدائيا ومنفصلا عن الواقع هذا وقالت وسائل أعلام مقربة من قسد إنها طالبت بوقف دعم النظام لمسلح جيش العشائر يوم آخر من التوتر في دير الزور والحسكة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وما يسمى بجيش العشائر إضافة إلى قوات النظام من جهة أخرى من دون نجاح التدخل الروسي حتى الآن بحل القضية وزارة خارجية النظام في تعليقها الأول على الأحداث أصدرت بيانا شن هجوما حادا على قسد واتهمها بالعمالة للولايات المتحدة مطالبا واشنطن بوقف دعمها والانسحاب من الأراضي السورية مؤكدة أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية لصالح قسد الإدارة الذاتية ردت هي الأخرى على بيان خارجية النظام فأصدرت بيانا قالت فيه إن حكومة النظام منفصلة عن الواقع من جديد وإن خطابها العدائي يعرفه السوريون بمختلف أطيافهم مشيرة إلى أن الهجوم بدأ وانطلق من مناطق سيطرة النظام متهمة إياه بإيصال البلاد إلى ما هي عليه الآن والاستمرار في الاستخفاف بعقول السوريين الأحداث بدأت في دير الزور وانعكست مباشرة على محافظة الحسكة فحاصرت قسد المربع الأمنية التابعة للنظام في المدينة ومنعت دخول أو خروج الأشخاص والبضائع من وإلى المربع وبعد حصار لأربعة أيام سمحت بدخول عشرين صهرج مياه إلى مناطق سيطرة النظام أما فيما يتعلق بالوساطة الروسية فقالت تقارير إعلامية مقربة من قسد إن الأخيرة طالبت بوقف دعم النظام لمسلحي جيش العشائر ومنع شن الهجمات ضد مواقعهم وتسليم إبراهيم الهفل شيخ عشيرة العقيدات الذي يقود الهجمات ضد قسد مضيفة أن قسد تعهدت بفك الحصار عن المربعات الأمنية في الحسكة والقامشلي والعودة إلى العلاقات الطبيعية مع النظام في حال وافق على هذه الطلبات حول هذا الموضوع جدد ترحيبي بالدكتور محمود الحمز الأكاديمي والمحلل السياسي من موسكو أيضا أرحب بالصحف في سلام حسن من القامشلي مرحبا بكم وسأبدأ معك سيد سلام حول آخر المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديك فيما يتعلق بهذه الاشتباكات الأخيرة في دير الزور والحسكة والمشهد في عموم المنطقة مساء الخير لك وأضيفك الكريم لكل المشاهدين الحقيقة المنطقة لا تلبس أن تخرج من توتر إلى توتر آخر في كل شرق الفورات سواء من جنوب دير الزور من المناطق المكمال وصولا إلى المالكية بين مختلف الأطراف التي تتحكم في هذه الجغرافية الأحداث الأخيرة التي حدثت في دير الزور وتحديدا في بلدتين دحلة وجديد البكارة والذي سقط فيها نتيجة القصف أفراد عائلتين كاملتين من المدنيين وأيضا في قرية بوليل هذه الأحداث إنما تمت نتيجة لإنعكاس الظرف الإقليمي أعتقد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهذه الأحداث بمجملها لا يستفيد منها اللاعبون المحليون قسد ليس من مصلحتها التصعيد والعشائر بعيدا عن التطخيم الإعلامي ليس لهم أي مصلحة أخذ بعين الاعتبار أن العلاقات بين النظام وقسد تشهد تلاقيا في جميع أو في عموم المستويات ما السبب؟ يوجد حقيقة كل اللاعبون السوريون سواء كانوا من قسد أو من النظام أو من العشائر أو من الفصائل هم أصبحوا أدوات في آيات خارجية أي أن قرار لا يمسلهم وبالتالي كل ما يجري ليس من مصلحتهم ولكنهم مضطرون لتنفيذ هذه الأجندات من المعروفة التوتر الحاصل الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومن مصلحة إيران وحدها هي التي تستفيد من هذه الأحداث حتى النظام إذا أخذنا بشكل واقعي لا يمكن للنظام والعشائر والأيرانين التقدم شبر واحد في المناطق التي تسيطر عليها قسد نتيجة لوجود القوات الأمريكية في المقابل لا يمكن لقسد أن تتقدم شبرا واحدا في المناطق الغربية من الفورات أي مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الأيرانية والنظام السوري إذن ما الجدوى من هذا الخلاف؟ الجدوى والهدف من هذا الخلاف هو إرباك المشهد خلط الأوراق وخاصة أن هذه المنطقة يوجد فيها قواعد ومراكز ونقاط عسكرية أمريكية هذا هو الهدف الحقيقي لكل هذا الحراك ويدفع سمنه الناس والسكان المحليون طيب دكتور محمود يبدو أن الروس فشل في تهديئة الأوضاع بعد الأنباء التي تحدثت عن وساطة روسية لماذا؟ ما السبب وراء سعي روسيا إلى حل هذا الخلاف بين قسد وبين النظام ومن خلفه إيران؟ مرة أخرى مساء الخير لك ولضيفك الكريم من القامشلي الحقيقة أنه أنا أتفق مع ضيفك في أنه فعلا العوامل الخارجية هنا هي التي تلعب دور الإقليمية والدولية تلعب دور كبير في تأجيز الأوضاع وروسيا هي قد تكون من المتضررين جدا فيما لو توسع الصراع وشمال سوريا لأن المصالح الروسية ستكون في خطر من هذا المنطلق روسيا ولها علاقات أصلا هي مع قسد ومعها طبعا هي داعمة للنظام ولكن علاقاتها بالعشار ضعيفة وحاولت أن تجمع النظام وقسد حسب ما قرأنا وحاولت التوفيق بينهما ولكن لم تفلح لأنه على ما يبدو قسد لم توافق على شروط النظام وطبعا قسد مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية استطيعا تتمسك بشروطها طبيعة هذا الصراع الذي ظهر في الجزيرة يعني هناك في أسباب حقيقية طبعا بالرزب الصراعات حتى مسلحة ولكن ما يجري الآن هو على الأغلب حق يراد به باطل يعني استغلوا النظام يستغل العشار إيران تستغل العشار أمريكا تستغل قسد والمجموعات الكردية يعني للأسف هذه هي الحقيقة روسيا طبعا ليس لديها في تلك المنطقة ميليشيات تابعة لها أو أذرع كان لها فاغنر قديما موجودة في دير الزور ولكن تم القضاء على جزء منها بين الأمريكان في 2018 وغادرت المنطقة فاغنر لم يعد لها وجود على ما يبدو في سوريا بالتالي روسيا تحاول أن تهدد الأوضاع لكن إيران هي اللاعب الأكبر في هذه الأحداث على ما يبدو هي صاحبة المصلحة لأنه هي التي تهدد بضرب إسرائيل بضرب أمريكا أو بمجابة أمريكا وأيضا هي لا تريد الأوضاع أن تهدأ ولا تريد للنظام السوري مثلا أن يتجه إلى تركيا تريد أن توتر الأوضاع دائما بحيث تخلق مشاكل ولا يكون هناك أي انفراجات سياسية بغض النظر عن طبيعة هذه الانفراجات يعني سواء إيجابية أو سلبية هذه هي الحقيقة الروس الآن بالفعل عاجزين عن لملمة الأمور لأن الروس ليس لديهم ما يقدمونه يعني ما هي الضمانات الروسية التي يقدموها لقصد أو للنظام أو للعشار لا توجد ضمانات للأسف لأن الأمريكان هم اللاعب الأكبر إيران هي التي تلعب مع الميليشيات وتخرب والنظام مطيع لها وهذه الساحة صارت ساحة صراعات على حساب السوريين والضحية هم السوريين للأسف الشديد أما روسيا تفكر بمصالحها ولكنها لا تقدم حل يعني منذ 13 سنة إذا تسمحي لي بس كلمة واحدة حول موقف الروسي الموقف الروسي منذ 13 سنة وهو متمسك ببشار الأسد لم يتقدم بمبادرة واحدة لحل سياسي في سوريا أيد قرار مجلس الأمل ولا يعمل أي شيء من أجل تنفيذه وهكذا يعني هم يبحثون عن مصالحهم ولكن بدون مصالح الشعب السوري للأسف هذه هي الحقيقة والأمريكان نفس الشيء طبعا الإيرانيين على أسوأ وهكذا طيب يعني سيد سلام هل يمكن أن تؤثر هذه المواجهات والتصاعد في وطيرة المعارك في المنطقة على دعم النظام لجيش العشائر بالحرب ضد قساد خلينا نكون واقعين ما في شيء اسمه جيش عشائر يعني هنه مجموعة شباب غاضبين أكسريتهم سجاج يعني على ضفتي على ضفتي النهر من موجودين يعني نفس نفس العائلة تنقسم إلى قسمين يعني القسم من العائلة يهاجم لقسم العائلة الآخر يعني للأسف هم قوات غير منظمة لا يمتلكون أسلحة لا يمتلكون رؤية فكرية ولكن هم أطلقوا على أنفسهم هذا المسمى سيد سلام ولكن إذا أردنا طيب الآن تفنيد المنطقة ومن يتواجد في هذه المنطقة لو تفندنا الوجود الروسي الوجود الأمريكي الوجود الإيراني أيضا في المنطقة والنظام العشائر العربية في المنطقة ككل هل لديك معلومات حول ذلك؟ في سوابت الروس قدروا يدخلوا كل سوريا من قامشلي وصولا للعزقية لكن عندما حاول الروس الدخول إلى ديرزور الأهالي وهؤلاء العناصر من العشائر لو سميهم جيشا من وقفوا ضد الروس بشكل حازم ومنعوهم وطردوهم بالإضافة إلى الرفض الأمريكي طبعا لكن العشائر الحقيقة هم أكثر من يدفعوا الضريبة وهذا المحزن بالموضوع إيران هي الموجودة عسكريا والنظام حتى النظام لا يستطيع أن يتصرف فكيف بالعشائر؟ القوات الفعلية التحريك الأوامر كلها إيرانية حتى قوات الدولة السورية بما فيها الفرقة الرابعة أو بعض الفرق الأخرى لا تستطيع أن تحرك الساكنة سيدتي كل من يحرك المشهد في دير الزور هو إيراني حتما لكن هنا أحب إضافة أن الروس يختلفوا عن الأمريكان بأن الروس يتعاملون مع الدولة أنا لا أعتقد أن الروس هم دعموا بشار الأسد لبشار الأسد أو للنظام الأسد هم لهم سياسة خارجية معروفة والروس الآن حتى في تحركهم في قامشلي ومحاولة التوفيق بين النظام وبين القسد هم يتحركون ضمن هامش الذي تركه لهم الأمريكان يعني لا يوجد تعارض بين الوجود الأمريكي والروسي هناك توافق هناك لعب أدوار وتوزيع للنفوز حول الدور الأمريكي دكتور محمود بالأمس كان هناك إرسال تعزيزات أمريكية إلى المنطقة في سوريا عن إرسال أمريكا 230 لسوريا هذه التعزيزات الأمريكية لماذا؟ هل هي فعلا لحماية المواقع أو النقاط الأمريكية في سوريا؟ هل هذه التعزيزات مرتبطة فعلا بالتصعيد الأخير في المنطقة بين قسد بين النظام ومن خلفه إيران؟ أعتقد هذا وذاك يعني الأمريكان طبعا كانوا متقوفين على ما يبدو بأنه قد ترتكبيران يعني تقدم على خطوة لضرب إسرائيل ولضرب مواقع أمريكية بالتالي هم حاولوا أن يستبقوا الأمور وهذه ليست أول مرة بالمناسبة لأن الأمريكان يستجلبوا قوات ويستجلبوا معدات عسكرية لتقوية الوضع يعني هناك في نفاق وكذب لا يصف يعني القوات الأمريكية موجودة في مناطق شرق الفراد والميليشيات الإيرانية جنبهم على مسافة كيلومترات يعني هم متعايشين مع بعض ومتعايشين مع الروس ومتعايشين مع الإسرائيليين ومع قسد ومع تركيا كلهم يعني لاعبين في المنطقة يوزعون الأدوار والنفوذ أنا لا أصدق أن هناك صراع حقيقي بين أمريكا وإيران أو بين قسد والنظام بالمناسبة قسد يعني هي أحد أذرع النظام في النهاية يعني من سلم قسد مناطق الجزيرة وكله النظام سلمهم بشكل استلام وتسليم يعني ولذلك كلهم يلعبون أدوار ولكن يعتقد البعض أحيانا ومنها قسد حاليا أنها أصبحت قوة كبيرة وجبارة لا يستطيع أحد أن ينتصر عليها وتتحدى النظام وتتحدى كل العالم إيران نفس الشيء تتحدى إسرائيل وتتحدى ولهي لم تصبح قوة كبيرة لو لا ضو أخضر أمريكي أعطاها المساحة لتنتشر في العراق من سلم العراق لإيران أمريكا وسلموهم اليمن وسلموها لبنان وسلموه سوريا يعني هذه والآن يذرون الرماد في عيوننا أنه والله إيران تستعد لضرب إسرائيل هذه المسرحيات وكلها شعارات حقيقة الأمر هناك خطط كبيرة دولية يعني أنا أتسأل لماذا مثلا أنشأوا قوات قسد في جزيرة سورية وفي شرق الفرات هذه منطقة أغلبيتها الساحقة العربية لماذا يشجعون مجموعة تأتي من تركيا حزب العمال الكردستاني لتدير هذه المنطقة هم يريدون خلق مشكلة ولو يرادوا وطبعا قسد هي يعني إصابة مأجورة بالنسبة للأمريكان ولا إيران هي أيضا تابعة لإيران لو أرادوا فعلا يكونوا قوة يعني لها شوي طابع وطني كانوا حلوا مشاكل العشائر والأهالي المنطقة والمنطقة غنية بالسروات هم ينهبون بسروات المنطقة لو حلوا مشاكل للمنطقة الأهالي يعني بمختلف الجنسيات مختلف الأعراق كان أو شاركوهم في الإدارة الذاتية بشكل فعلي وليس شكلي لكان ممكن قطعوا الطريق على كل هذه المشاكل لكن القسد مثلها مثل النظام شكرا إيران تتحكم بالجميع وأمريكا تعمل رعاية عامة للأوضاع في المنطقة وتسمح بما يعدد نعم شكرا جزيلا لك دكتور محمود الحمزة الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من موسكو أيضا أشكر ضيفي من القامش للصحفي سلام حسن شكرا جزيلا لكم مشاهدينا إلى محورنا الأخير ابقوا معنا اشتركوا في القناة